نار الغيرة كثيراً ما تشعلها تفضيل زوجة الأب لأبنائها على أبناء زوجها ما يولد العدوانية عند الأطفال الأولين والرغبة في الانتقام أو حتى ترك البيت كيف نحمي هذا الطفل في خطر معنوي بسبب زوجة الأب في هذه الحالة؟ في الحقيقة زوجة الأب قبل أن تصل إلى الغيرة توجهها الأبناء فهي في غيرة ناشعورية توجهها الزوجة الأولى نعم سواء كانت متوفاة أو غير متوفاة والدليل في ذلك أن سيدة نعائشة رضي الله عنها كانت في غيرة دائمة توجهها خديجة رضي الله عنها فهذا الأمر موجود عند أحسن خلق الله الغيرة موجودة ولكن الغيرة القاتلة الغيرة غير المؤسسة الغيرة التي ليس لديها معنى فهي الآن متواجدة في بيت زواجي جديد عليها أن تترك هذه المشاعر حتى وإن كانت موجودة على غيرة الزوجة ولكن في غيرة أخرى لما هذه الزوجة تنجب أبناء مع هذا الزوج ويكونوا فيه الأبناء مع الزوجة الأولى هو شعور طبيعي مئة بالمئة لدي ابني ولدي ابن الزوجة السابقة هذا الرابيب لا يمكن إلا إذا كانت هذه الزوجة حقيقة في مستوى عالي عالي جدا من العاطفة والتربية والأخلاق حتى تستطيع أن تكون هي فقط لازم تفهم أنه الأب واحد يعني هادو إخوة وتعلم لهم بنفس الطريقة فقط مقبل ما تصل لهذا الشيء هي إنسانة وهذا الإنسان إنسان وحقوق الإنسان فيما بين الناس يجيب أن تحترم خاصة حينما يكون هذا الطف في السنين صغيرة يعني غير متقدم في السنين فهذا الشيء في المصدر حانون أن يضمه إليه فهذا الشيء قبل أن تقوم بعملية المقارنة بين ابنها وابن زوجها فهي يجب أن تكون إنسانة بمعنى الكلمة ثم مربية بمعنى الكلمة ثم عاملة لمستقبلي ونحن نقوله لي حفر حفر الخوة يطيع فيها نعم أستاذ بالتالي إذا كانت فل هذا تعاد الأب ما هيئتوش أبان شويو دونيان إيغزام بتاع le grand filة صندريان نعم زوجة الأب هيئت بأباناتها من أجلي le prince charmant يتزوج به نسبا أنا حضرت فرم داع أبان الرياليتي فالأخير سيستي صندريان كي هايتي شوازي بأن أقبال العرمان أستاذ أنا حضرت هذا مين الواقع واقعية؟ مرت البابات في رمضان البورة كتا ربيبها بالبطاطا والبورة كتا ولادها بالحم ولكن سيدة عواوش الحم ما يفيدش مع أولادها والبطاطة تفيد مع أولاد الربيضة شكرا على هذا نعم